انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعرض مدينة دير الزور بسوريا لعاصفة ترابية عنيفة تسببت في وفاة عشرة أشخاص وألحقت خسائر مادية كبيرة نتيجة سقوط العديد من الأشجار وأعمدة الكهرباء كما ضربت نفس العاصفة دولتي العراق والكويت في هذا التقرير سنتعرف على تفاصيل العاصفة الترابية التي ضربت سوريا العاصفة الترابية التي تصاحبها رياح شديدة التي ضربت شمال سوريا جرى تصنيفها كأعنف عاصفة غبارية تشهدها المنطقة فيما أوضحت الأرصاد الجوية السورية إلى أنها تسببت في أضرار مادية وبشرية فادحة مصادر طبية في مناطق شمال شرق سوريا قالت إن عاصفة ترابية اكتاحت محافظات دير الزور والرقة والحسكة ليلة الأحد ولقى على إثرها عشرة أشخاص أغلبهم في دير الزور مصرعهم مشير إلى أن ثلاثة أطفال من بين الضحايا وأن مئات الأشخاص أصيبوا بحالات اختناق وجروح جراء عاصفة الغبار التي ضربت مناطق شمال شرق سوريا واستقبلت المستشفيات والمراكز الطبية في عموم مناطق شرق البلاد أكثر من 500 إصابة تسببت أيضا في انقطاع الطرق مما صعب على المصابين بأزمات صحية وتنفسية الوصول إلى المستشفيات عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور ربيع العرفي قال أنه تم استنفار كافة الورشات الخدمية في المحافظة لإزالة مخلفات العاصفة الغبارية التي ألحقت أضرارا مادية في عدد من الشوارع وشبكات الكهرباء في الوقت الذي رفعت فيه الكوادر الطبية والصحية في المحافظة جاهزيتها إلى الدرجة القصوى لاستقبال كل الحالات المصابة من جهته كشف رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس رائد منديل أن العاصفة تسببت في قطع عدد من الطرقات في المدينة نتيجة سقوط بعض الأشجار المعمرة وأعمدة الإنارة واللوحات الطرقية مضيفا أن ورشات مجلس المدينة بالتعاون مع الجهات الخدمية الأخرى قامت بفتح هذه الطرقات وترحيل مخلفات العاصفة كما قامت ورشات الشركة العامة لكهرباء دير الزور بإزالة الأضرار والخطر عن الشبكات الكهربائية وتعمل حاليا على إصلاح الأعمدة والشبكات لإعادة الطيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي وفي العراق أغلقت المطارات والإدارات العامة وعلقت الامتحانات في الجامعات والمدارس ودخل نحو أربعة آلاف شخص المستشفيات بسبب العاصفة التي ضربت العراق بعد سلسلة من العواصف المماثلة التي ترزح تحت وطأتها البلاد منذ نحو شهر وقرر مطار بغداد استئناف رحلاته الجوية بعد تعليقها بسبب وصول مدى الرؤية إلى 300 متر وعلقت رحلات مطار النجف جنوباً والسليمانية في أقليم كردستان في الشمال كما علقت سبع محافظات الدوام الرسمي في الإدارات العامة باستثناء دوائر الصحة لسيما في بغداد وفي الديوانية جنوباً وديالي وكاركوك في الشمال أكذلك أغلقت كل مدارس البلاد وأرجاءت امتحاناتها فضلاً عن إرجاء الامتحانات الجامعية التي كانت مقررة كما أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت عن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي مؤقتاً بسبب حالة الغبار التي تشهدها البلاد حالياً ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن نائب المدير العام للشؤون خدمات الملاحة الجوية عماد الجلوي القول بأن حركة الطائرات تأثرت بحالة الجو الحالية وأضاف أنه سيتم إعادة جدولة موعيد الرحلات والعودة إلى حركة الطيران الطبيعية في المطار فور تحسن الرؤية اشتركوا في القناة